السلام عليكم وحياكم الله إخواني أصبحكم بروك تابعت باهتمام كبير التعليقات ديولكم حول السيطورية الأخرى وما أثاره ذلك الموضوع من جدرين كبير ومسألة عادية وكنت أنتظرها لهذا فأنا في أول الفيديو قلت لك قل لم تتقيقش ولكن كان الناس اللي أولوا هدرتها قلت لك سيدي قلت لك لقيت الجنون في التليفون أنا ما قلش لقيت الجنون في التليفون كعادتنا أذكره ماشي هو التليفون الأول والثاني والثالث طيلت حلنا الشركة نكون ندوزنا مئة واربعين مئة وخمسين تليفون اللي قلنا له التحقيق في المغرب كامل وخارج المغرب يعني واحد صار في بختم الروتين ديالنا اليومي أننا كندوزوا تليفون ديالنا وكندلوا لهم خبرة وكننعطيهم دكشي اللي كنلقوا في التليفون ديالهم قدية ديال هات الشخص هذا تاني أنا ما تنظروش على واحد الشخص ننظر معكم بصراحة الشخص ماشي أي واحد لانك نكونوا واضحين هذا الشخص لي جانا عنده شريكه كبيرة ويشتغل مع ناس واصلين يعني ماشي أي واحد انا متافق معكم بزاف السياس ونتاكم الحق حيث انتا معشتيش معشتيش نرى كان جانا واحد منها وصع في بلد مهم تبارككم بروق تبارك الله عليكم وسمحوا لينا لابرسنا شي وحدين بذلك السطورية يالله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للفيديو اللي خرجت فيه عبارة على واحد السطوري اللي شاركت فيها واحد الظاهرة مرات عيلينا واللي بطبيعة الحال كذلك كان في ذاك الفيديو واحد ناصحة اللي طلب مني الاخ اللي هو كان او الزابون اللي تواصل معنا بانني نشرع مع الشباب وانه مرطول بال خصوص علاقتهم مع الناس لانه السحركين وانه ممكن انه يكون عرضة سحرك كما كان هو عرضة دي السحر وبطبيعة الحال احنا مني تواصلنا يعني متواصل معنا هاد الزابون في اول مرة فهو تواصل معنا على اساس باش نديرو ليه واحد الخبرات تقنية على مستوى الهاتفه لانه يشوك على انه يعني يتعرض للتجسس وهذا من يعني نسبة انه واحد الروتين يومي يعني نستقبل العديد من الهواتف وكان قوموا يعني بعمل يعني خبرات تقنية اللي احترمه نحن في اطار الشركة دينا نقوموا بعمليات تسمى الفترح الهاتف وهذا سواء الهواتف وعلى سواء الحواسيب او شبكات وفهد العملية احنا نستدفن الناس المحتاجين بشكل مباشر انه عرفوا رصهم ومعنى اطريقات الاختراق أو شيء واحد يجسس عليهم. إما من أجل تحرك متابعة قضائيا أو على سبيل الاستيناس أو إذا ما أفذلك. طبعا طبعا الحال حنا موالفين كندوزوا كثير من التليفون كل شهر. هذا السيد أولا كانت تواصل مع المكتب. يعني روتين عادي تيجونها هواتف اللي كندلوا لهم خبرة لأنهم فيكونوا شكين أنه كيني الناس اللي كي يجسسوا عليهم أو شيء من هذا القبيل. كان جاء السيدة سلمت منه الهاتف كل شيء على ما يرام. هادك الهاتف أنا اللي بتندوزه في إطار المراقبة ديالي للخدمة وهذاك شيء. أنا طبق مسؤولية لأنه أي حاجة كنكتبوها طبعا في الرابورت وطنقشي وراء مسؤولية بطبيعة الحال. فأنا طبعا نحاول أني نكونترولي خدمته. ذلك نرى التليفون أنا اللي بتننقف عليه يدوز. ما شيء دائما أنا اللي كان حرص على هاد تحليلة التقنية. ندرب واحد الفارق اللي هو قادر على أنه يقوم بنفس العمل. ولكن مع ذلك فأنا كرق بالشغل ديالي وكان حاول مره مره أنه يعني ندير الخدمة بيدية. فذلك النهار فهلا. جيت باش دوز هادك التليفون. سبحان الله بعدم اللي بتركبوه مع النظام اللي باش عندي نخرجوه ذلك البيانات ما ما تيبغيش تدقوني كطاع ذلك تليفون مع العلم. ذلك الكابل خدام وكل شيء خدام ما تيبغيش يخدم لي هادك التليفون. واللي الإشارة أن هادك التليفون خوه. ندوزينه يعني في العديد من اللي حياندي يعني ماشي أول مره. فزينا هادك. فمهم يعني هادشي كله بالنسبة لي عادي. قد تبدأ أولا من التليفون ما اللي غادي نشدوه. هدا بريغي 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 تنقنكتين مع البيانستيشن الساعة ما محني. ودك شيء ماشي عادي ماشي عادي ماشي عادي. كنت تلون دوزورة مش هادة تليفون ولا العاشر ولا ولا المياه. تندوزوا التليفونات بزر. وهالتليفون المضحك في الأمر. أن الإصدار ذي الأندرو ديالو ضعيف يعني. قدروا بتلوغه شوية عاميا قدروا نحقروا عليه في الخدمة. فهمتين ماشي شي إصدار حاديد ولا. الإصدار ذيال النظام تشغيل ذيالو ماشي جديد. يعني تحقر عليه. ومع ذلك ما خلاناش نعم. تزنى المستوى ديال الشبكات. ومستوى الشبكات كذلك هو تعطينا واحد. يعني إذا كان شي تجسس رغيب لك واحد الخادم ديالتجسس. يعني التليفون قصد تكون هادة تجسس عليك. قصد تكون هادة تجسس. يعني قصد تكون هادة تجسس. يعني سنجبدو شي حاجة. لنقرب شوية الناس كيفاش نشتغلو. الهواتف كان ديله المهم. لون الدخول في تعقيدات تقنية. المهم كان ديله كاز تتخرجوا البيانات. هادة البيانات تحاولوا أولا تخرجوا تطبيقات وذلك اللي يخدموا. تتسمى الخدمة اللي سيخبر. يعني كيف سواء. يعني كيف سواء. كيف سواء. شي حاجة اللي ما كتشوفهاش عينيك. تكون هادة تجسس عليك. تكون هادة تجسس. او خدمة ديالتجسس. او تقبيق خدام. ولكن انت ما كتشوفه. بعينك ما كيبالك فتيري فوق. فحنا انت نستركوا هادة نوع ديالتجس. والاولا نشوفه. يعني. انت نشوفه مثلا. الاساسمس اللي وصلوا هادة السياد. الليلين اللي تخليهم. الى غير هادة شي. كانت قاعدة ديالتجس. وعبتاني انت نكتروله. ولبقت ريزو. ديالتجس. ماذا هم الخواديم اللي تتكون اكتبعها. واذا هم الخواديم سايف. ماذا هم الشركة اللي تابعة اليوم. الى غير داري. ما كانش يبغي ديتكتالينا. المهم قاملت تقاتلنا معاه. وديتكتال. واني كان استخرجه. استخرجنا المعطيات التقنية دياله. لان الهاتف يعني. ما فيه حداش شي حاجة. كتدل على ان هناك تجسوس. كانوا بعض البيانات اللي كان حاولو اننا استخرجوها. وكانت هي متاحة لاستخراج. واني كان بدون استخرجوها. ما كانت استخرجش. تقاتلت معها التعييت. بالاخر بالنسبة لنا. لانه كان طرق تقنية اخرى. اللي كانستخدموه في كشف التجسوس. انا كندوزو كذلك للشبكات. بلدت تحليل الشبكات. لقيت اهلا ان الهاتف ما تتواصل معك. شي خادم لدي تجسوسي. او شي عنوان اي بي لي هو مريب. فالهاتف ناقي. يمكن يومين او لمهار. احنا كندوزو ذلك تليفون. اشارة وانا كندوز ذلك تليفون. بعدها غادي نعيش. شي حويجة في شكل جانب اغطار. اه جانب اغطار. بدتت المرحلة دي. ديك الليلة دياله. ديك الليلة دياله. هو مبيت تليفون. خدامين عليه. ديك الليلة بعدها انا نعزت. شي عاجة تتخلق فيها. اه دي بغطار تنقولو احنا بغطار. طبعا ما رأي انا دبتتل هادشي. ما نسوقش. عادي. سيد قبلها معتش. ثلاثة ايام ولا هاده. ماشي ثلاثة الامل امن. يعني من اللوقت اللي كنا. صافي غا نسلمو لي الهاتف. طلب انه عفاك. من اللي نبغي نسلم الهاتف. نشوف السي امين. رحبت بايجة. طلبت مسيدة. جيب لي التليفون الرابور. لنرى ما لقيت والو. ما لقيت والو. هو يقول لي يا ابترا انا كنت عارف ما غاديش تلقاه. انا ما في انتفاجأت. كيفاش غادي تعارف ان احنا ما رقينا والو في اذك الهاتف ديالك. فقال لي يا ابترا غي خلي على الله. قلت لي يا ابترا. كيفاش درتي تعارف. والتسيد يعني من طريقة. ما بينشي ردات فعلية مؤينة ديال. هو يقول لي ابترا. شاك درنا. نحن دب العائلة ديالي. يعني. طاح. شاك الرياح كما كان قولو. درلي هالرقية. فايدا به هي تحتط وياردها مع احد الشخص. بلغة ديالة. يعني براء بسوت راجل. بقال كي ضرب ما. قال لي هاي هذا الهاتف. يعني هاي تجسوث. قال لي هاي. فهذا الهاتف فيه تجسوس قال لي افديري لك شي حاجة ولكن رع ما غير قوته شي حاجة في هذا الهاتف رع وخيت تقاتل ورع ما غير قوته شي حاجة لان احنا رع مغطين كل شي ما يشوفوا له صاظي هذا شي انا ملي قالوا لي تحسيد في ذيك الساعة ابعد انا ذيك الساعة شدتني واحد تبوري ما عارت انا صراح هذا شي كيفاش يكون ما عارت انا ذاكي قلت لك هو اللي هو مؤكد ان التليفون كان خرجهم الضطة مفيش وهو السيد وهذاك اللي قال لي قال لي رع فيه قال لي اذاك تليفون رع فيه تقنيا انا ذاكي تقنيا ما تحضرش معي عندي الرابور في هالي ها هو مكاشع لي مقادد ذاكي شلي في هذا الرابور هو اللي تحمل مسؤوليته في ذاك الهاتف تقانونيا تليفون مفيش ها ضعي الشي ديكين نسي نو هادو كليكي ما قلت لك هادو كل العيبات اللي كنا بنا نخرجوه او ما تتبليك اتبليك 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 شفها بعيني ايه اتبليك اتبليك هي تقول لك انا عندي عندي محتوى كليكي باش تشوفوا واتبقات كليكي تمموا هو والد هو والد يعني كنت اتصدمتي كتر تعالقشي وحدين قال ليك يولا كاناتش يوري هنا واش نطفى لي اخوان كان سير المهانية وانشارة اصرار وكلشي اصر من كلشي ماذا انشي صفحة الاولى تمسر ماذا بنوريك انا ايه نعم 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 طبيعا الحالة تقوفيك تيجي واذاك شي يبغيوه بويتبعمصارة قضائية بويتبعمصارة انت جايبت اصر ممكنش صفحة هو يقول لي اودي وصي الشباب انه رأى هاد شي كان وانه رأى سبابي رأى نسبة بفاد الشي رأى بنته هذا صفحة امتما انا صفحة امتما انا وجعتها هادك الصوري انا وصفحة اه فيه ضيته الليلاتي بديالو وخانناه وخاطة اعطا EA خارضت ي accessed أنا من الأخير جمع عندي هذا السيد كانت مصدوم لأنه كان هناك تريفون من شي عادي قلت أجيبه الفقه يا بل يخص لدي رشاركه مع الفقه أنا أستاذي دخل البارح صور معي واحد السيد دخل حافظ قال لك 60 حزب رأى هو دخل قال لك هو دي متى يجي صور عندي قال لك رأى دخلت هنا البارح عندك قال لي رأى تنحص براسي تزنق مأمم مرتاح شراء للكامل ونحن نتلقي للقرآن في هذا البير أنا قلت أقول لك من عزتش تنظر معك دابا دابا تتعاود الناس كي يخدوه كلام فارغ أد شي كين لا 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 أنا كما قلت لك أنا بوحدة لك أنت تنظر حتى اليوم الأحد تنظر يوم البارح هو لي نعسم زيان ولكن أخويا ما نكتب لك أطلقنا قرآن أخويا درنا برصنا شي شوية أقدر من قولها لك وغاد يضع يجيك البحك أنا قلت لها أخويا هز تليفونك سير أخويا تتفق مشكلتك والله قلت لها المرة الجي غندوزوا لك فابور يحيدوا لك يطلقوا لك أدك التليفون قلت لها أراجل كنت يشاهم قلت لها يندوز لك فابور عدك التليفون قلت لهم يطلقوا هز تليفون أستاذي أنا لما أكون أمين بهذا الشيء أخاك دائما نعم هو موجود في القرآن إلى غير ذلك ولكن دائما كنت كان أعطيت بريرات ولكن دائما كنت كان أعطيت بريرات ولكن على الأجانب لا يطلقوا بالرياح ولكن دائما كنت برغماتي إلى أبعاد قضير ولكن كنت وقعوا لي شي حويجات وقعوا لي شي حويجات في خدمتي اللي لا يكونوا مفهومين وكيخليك أنك تتوليثة تقول ممكن أنه يكون هذا الشيء بالصح اللي يتقل على السحر موجود لا مشي أول مرة هذه ثالت مرة سبق لي وعشت واحد جوج حالات اللي كانت غريبة واللي يعني 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 ما يمكنش تقول أنه ما يمكنش تقول أنه ليس يسحر هذا الشيء فعلا فعشت جوج حالات قبل من هذه الحالات واخر نحيض هذه الحالة لأنه فيها شوية الغمض أنا الناس اللي يقول لك أن تتادي شيء لا يوجد أنا نعطيهم واحد حالة أخرى اللي جاءتني إعطوني هما بغيتهم تاوما في الكومنتر إعطونا التفسير التقني دائما يكونوا عقلانيين في هذا الموضوع أعطوني أنتو متفسير كان جاءنا واحد الهاتف كان جاءنا واحد سيد حيثنا في الهاتف تخصنا الاستلام لكيزيسون ناخده الهاتف أصوأ تبتل سنلنا شيء وراق بالمادك الهاتف دياله تتحملوا مسؤولية ونشي يجيبوا ليها مشفرة وتعطينا الكود دياله يعني في الاستلام من الهاتف باش ندخله الكود باش ندخله الهاتف رجعت الهاتف حمراء بحال لون دياله مكديرها وتتزعزع خسر هذه الهاتف خسر هذه الهاتف غادي معك أنا في الموضوع تشد هو تقول لا لا نسي أمين ما تخافش أرى تقرع لي ما تقي استحجا تعود أن ترجع وتعطينا هذه الهاتف لا لا أنا عقليني في الموضوع خسر عليك غادي معك بتعني أنا غادي معك الوصير كيفية كتف السرية التليفون أم لديه جوج بارامتر تشدك بغامتر أم لديه جوج تلدابة سيدنا في جوج بغامتر مهم قلنا له صافيك عطتنا هذا يصير لا يصير نحن 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 تبلوكي تبلوكي لنا جوج نوة مرة واتساب تبلوكي تبلوكي لنص تستقبلوا لمكالمات لا نرسل المكالمات مشاتليني الانترنت شي واحدة في السرية على شو قاعد شي واخا سيد لا صدفة أنا غادي معك ما عشي مشكلة صدفة واخا باش كتف السرية أنا تخلعت للا الله قلت لسيدة للا احنا ما قناش بينا ندفوزها التليفون احنا بشرعه بالله معادي السيدة هزيها التليفون حشك في الطبالت عشرة دقيقة رجعت الانترنت رجعت الواتساب رجعت كل شي كل شي تقرح شي واحدة أعطينا تفسير تقني لهذا المسألة هذا الشيء اللي بغيت عفتش غا تقولوا لي كداب ممكنش احنا شركة ونخرج ونشوف الناس ما جاتش وانا كدبه وتقولوا الباطرون عندنا كداب ما يمكنش يا الله اعطوني تفسير تقني كتبوا لي اللي اسمع ماشي هو اللي شيف مشكونوا واضحين نحن التليفون نعطيك مثل نحن التليفون ديما ندوزه لماذا هذا التليفون بوحده وذيك تتضم باش تتأكسرك لماذا هذه الوقتة لكي تتندوز هذا التليفون كان يجيني ذاك الخنائح واذا تتحس بمعرفه وما كان يجيني هذا وما كان يجيني وما كان يجيني هذا ما دارات ما فينا نتخلق يا الله في وحده في السليانات أنا تسيد مابيني وبينواله وما تنعرفوش هزيك تليفون من البيرو ما تنعرفوش شكون مولاه عندي الدوصي دياله اسميته ما تنعرفوش وهالتليفون غادي خليه غادي بدان تندوزه غادي غادي بتنصح الشباب فيما يخص لانه السيد أمنني على أن أوصل الرسالة للشابب بخصوص هذا الموضوع فهذا كشي لماذا خرجت يمكن ليش يعني أكثر أنني نعود معادي كتبوا ريشها معايا خرج من عندي وكن قل لي عافق وعيش شاباب اللي كيديروه علاقات مع البنات وهذا انه ميرضوا الباب لانه ممكن شي بنت تخرج عليك فهذا الإطار هذا لأنه وسبابه هذا الشيء هذا السحر هذا علاقة يلي دير لي هذا المشاكل جيب النشا حاجة ويكون عارفة عندو شي مشاكل بحلقة غير يعلمنا الله يرحمي الوارد من اللواء؟ هفت إنتما اللي ما تطيقوش ما تندويش معتما لا غير يقول عالينا الله يرحمي والأي ابن آدم غير يكون موضي ولها تزقى صعبينتا جاي يغت دم بنيتكتت ولية ما هو ما هو أنصي الجامي متمرضة وله ما تعرف ما تعرف حيث ما يقدروا هادك شي تدير ولية تيحميوه وله ولية تفلم مشاكل فهلاً لنشيدي كنت سأمي